ترأس السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية للتحضير للمؤتمر الذي ينعقد يوم السبت المقبل في مقر جامعة الدول العربية بعنوان رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي أكد رئيس البرلمان العربي أهمية التوقيت الذي ينعقد فيه المؤتمر والذي خصص موضوعه الرئيس لمناقشة إحدى القضايا المهمة ذات الصلاة بتحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة في الدول العربية وهو الذكاء الاصطناعي ودور البرلمانيين العرب في تحقيق متطلباتها لكونه من الموضوعات التي تحظى باهتمام على الأجندة البرلمانية العالمية أضف رئيس البرلمان العربي أن القمة العربية المقبلة التي سوف تستضيفها مملكة البحرين تشكل نقلة نوعية في مسيرة العمل المشترك ودعم القضايا العربية ومواجهة التحديات الراهنة من بينها قضايا العصر مثل الذكاء الاصطناعي ترجمة نانسي قنقر